في إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي بخصوص ليبيا دعت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة كارين بيرس جميع الدول الأعضاء لاحترام التزاماتها لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا ومنع وصول شحنات الأسلحة وحماية موارد البلاد النفطية وفيما يتعلق بمقترح النقاط الثلاثة الذي طرحه المبعوث الأممي إلى ليبي غسان سلامة للخروج من الأزمة قالت بيرس أنه مقترح مهم يأتي في وقت حرج للغاية على حد تعبيرها وأوضعت أن مجلس الأمن سيناقشها لتعزيز جهود الأمم المتحدة من جهتها قالت ممثلة الولايات المتحدة شيري نورمان أن القتال الدائرة في العاصمة ترابلس قد يخلق فرصة للإرهابيين لإعادة تجميع صفوفهم وتهديد إنتاج النفط وتفاقم الوضع الإنساني ودعت إلى العمل مع سلامة للوصول إلى حل سياسي الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دوغيفياغ الذي تولى مهمه بداية الشهر الجاري تحدث في إحاطته عن انتهاكات حظر الأسحة في ليبيا وقال أنها تدفع لتصعيد القتال ويجب أن تتوقف فورا متناسيا دور بلاده في دعم عدوان حفتر على العاصمة ترابلس دوغيفياغ دعا إلى قبول الهدنة الإنسانية غير المشروطة خلال عيد الأضحى التي قد تفتح الطريق أمام وقف أطلاق النار وأكد الحاجة الملحة لاستأناف الحوار وقال أن مخرجات أبو ظبي ما تزال صالحة ويجب أن تتماشى مع الأسلحات الاقتصادية والمالية وبخصوص إحاطة بلجيكا أمام مجلس الأمن أعربت نائبة الممثل الدائم للبعثة البلجيكية لدى الأمم المتحدة كارين فان عن قلقها مما سمته صمت المجلس الطويل إذا تصعيد القتال في ليبيا ودعته إلى اعتماد قرار بالخصوص في أقرب وقت ممكن ممثل ألمانياء جابينيرينغ قال أن الوقت قد حان لأن يرسل مجلس الأمن إشارة قوية بأن القتال يجب أن يتوقف وأوضح أن الحل الوحيد للصراع هو الحل السياسي ودعي لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد انتهاكات العقوبات المستمرة في ليبيا روسيا التي عرقلت قرارا في أبريل الماضي لإدانة عدوان حفتر قال ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير كاربوفيتش إن بلاده ليست لديها أي أجندة سرية فيما يخص الصراع الليبي وأضف أن الأمم المتحدة هي الوحيدة القادرة على تسوية أزمة ليبيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر